اشتركوا في القناة في المقابلة الافتتاحية اللاعبين هما خوخي وبوظيف اليوم نقدم لكم بوظيف وعلى شخص بوظيف لأنه بوظيف مغاربي مية في المية جزائري مغربي بلون قطري هذا اللي راح نكرم لكم عليه الآن اللي راح نبدأ وفيه هاد الافتتاح مدامنا في الفوتبال ومبعد ندخلوا للسياسة هذا اللي راح نشوف فيها الصورة اسمه كريم بوظيف يحمل اسم احد المشاهير في الجزائر احد قادة طور التحرير الجزائرية محمد بوظيف وهي على كل حال اسم بوظيف منتشر كثير في الجزائر خاصة جواه المسيلة والجلفة قصة كريم بوظيف قصة يعني خيالية خيالية منامت على الصح يعيش فيه هذا الشاب اللي عنده 32 سنة في عمره وعند قبل قيره في نهاية مشواره الكوراوي نهاية مشوار يكملوا بمشاركة في كأس العالم اللي نظماته قطر كريم بوظيف من ام مغربية كانت خدم مساعدة بيت فاندو ميناج واب جزائري كان أوفريي في رينو رينو تع السيارات راح يتدرب ده على كل حال ري مارس كورت القادم وهو صغير نذكر باللي هو من مواليد فرنسا مواليد ري مالميزان يعني في ضواحي الباريسية راح يتدرب صغير في لايس نانسي لورين لايس نانسي لورين هذي اللي تخرج منها ميشيل بلاتيني أحد كبار لاعبين دوليين الفرنسيين درب في لايس نانسي لورين كان عنه وكلمة لحق لـ 18 سنة كان على باله باللي يشوف باللي ما هو شرح يعدي الصنف الأكابر المدرب اللي كان يشوف عن فريق تعال الجينيور اسموه بابلو كوريا دار بابلو كوريا هذا ما كانش يثيق في قدرات كاريم بوبيه وبالتريق ما أخذاهش للفريق الصنف U19 أخذاهش للصنف داع اللي أقل من 19 سنة وش يرسيخونا في فرنسا في ضواحي باريسية داع يعني مغاربي كالكثير من الشباب المغاربيين ما عندو يروح الفوتبال كان يشوف فيه حلم اللي باش يخليه يعني يوصل مستوى محيي كان عدد 13 سنة في عمره 13 سنة كانت عندو قامة يعني لباس بها عن 190 يعني كبير عندو قامة كبيرة ملي فكر يرجع لوريون اللي كان بدأ فيها هي الأولى لوريون بدأ فيها من 2006 إلى 2008 أو يحبس أنه رايس نانسي لورين اللي لعب لها من 2008 إلى 2010 ما حكموه إش يرفض باقاجو كما قال هذا كان النذل الرخيص واليوهران سايس يود هزقش ومشى وين يمشي 18 سنة في عمره قليل يجي في البال يمشي القطر يمشي القطر ويمضي في أحد الفرق الكبيرة في قطر وهي الدوحيل كان هذا في سنة 2010 اليوم هذا 2022 يعني 12 سنة 12 سنة يمشي الدوحيل يمعي ويبرز يشوفوه يعني الدوحيل في فريق مليح يعني معوش فريق تاج جدور ويلا كان بطل القطر في 2011 2012 2014 2015 2017 2018 وفاز بكأس الأمير قطر في 2013 يعني عندو ولا واحترور جنسية القطرية القطرية ولعب في الفريق البطني تاج قطر في المنتخب القطري منذ سنة 2013 كان عنده 23 سنة لما بدأ يلا الفريق القطري واليوم عنده بالمقابلة اليوم عنده 107 مقابلات دولية ومسجل الخمس أهداف الشي اللي يعني قاس كريم بضياف وانه الممشا للدوحة ونضى في فريق الدوحة يعطي 10 ألاف أورو في الشهر بدأ بعشر ألاف أورو في الشهر كان في فرصا في ألايس نانسي لورين كان يمدلون 500 أورو كان يخذ 500 أورو في الفرق 500 أورو و10 ألاف أورو سيد يعني خرج من الغرقة وخرج دارهم من الغرقة وهو يعني اليوم اللولة لم يذهب القطر تصور للمغرب للمغرب لأنه ماهو من المغرب أوقعت في فرنسا ما راش اليوم في البضعية اللي يراهوا فيها لأنه قطر أعطار الإمكانيات وأمنوا به أمنوا به وكما راش اليوم إلى في كاس العالم على قطر هو عنده الجنسية الجزائرية والجنسية الفرنسية بالإضافة للجنسية القطرية يعني كان قادر إلى الفرنسا أو الجزائر الفرنسا عنده حظ لكي يكون يعني لا يكون لا يلعب في الكاتر وفي الزاير لم يكن يقول لأنه لا يحصل لكاس العالم لأنه كان اللعب الجزائري الثاني خوخي اللي كان في الشرقة وغضوة نعطيكم لفرطري لأنه على الأقل نشم فيه مثل الجزائر داخل فريق القطري ونبقى نتبع فيه وممدى بينا باش ينتحوا هاد اللاعبين هادهوما وخاصة من كريم بوضياف اللي يعتبر يعني لبنى مغاربية هذا نتاج زواج جزائري مغربي نتمنى التوفيق بإذن الله نتمنى ترجمة نانسي قنقر صحابي حق نشاء صحابي حق نشاء